كنا بنتكلم قبل الفاصل عن خطورة تنظيم الإخوان من وجه نظرك كمحلل إيه علاقة تنظيم الإخوان بالتنظيمات الإرهابية المتطرفة على مستوى العالم؟ سؤال معقد جدا نحن جميعا نعلم أن جميع القادة لهذه المجموعات إن كانت داعش أو القاعدة أو خلافه كانوا في بعض الأوقات أو في لحظات معينة إما على ارتباط بقادة الإخوان أو كانوا منهم يوجد كثير من الترابط السياسي بينهم أيضا نرى في بعض التقارير الاستخباراتية التي تقول أن يوجد الكثير من أفراد الجماعات الإرهابية على علاقات مباشرة بالإخوان المسلمين وذكرت ذلك في كتابي عندما احتشد الملايين من المصريين كيف دخلت تدخلت بينهم جماعة الإخوان المسلمين ورأينا كيف استطاعت قوات المسلحة التدخل وحماية الشعب المصري في هذه اللحظات وما هو دور الإخوان المسلمين وكيف كانوا منظمين وتواصلهم مع الجماعات الأخرى إذن في أوروبا كنا نرى الوضع بطريقة مختلفة إذن ذهب السيد الرئيسة عبد الفتاح السي سريعا نحو الإصلاح لأن كان يجب تفادي ما حدث في الجزائر من قبل في السمانينات والتسعينات إذن كمتخصصين أقول لكم أن الكثير من أجهزة الإسخبارات سواء الدولية أو العربية أو الأوروبية كان يبحثون كثيرا في هذا الموضوع يعملون للترابط ما بين جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإرهابية الأخرى وأكد لكم أن الكثير من التقارير أكدت أن يوجد الكثير من الترابط أو الارتباط ما بين هذه الجماعات والإخوان المسلمين في عدد كبير من أفراد تنظيم الإخوان المتواجدين في أوروبا كيف تقيم ذلك؟ حسين بالحماية وأن قارة أوروبا أو دول أوروبية بتحتضنهم بتحميهم إيه رأيك في ذلك؟ أنا قلت ذلك أنه شيء متهش أن الكثير من الدول العربية والإسلامية الإسلام السياسي هو ممنوع أو يتم مكافحته وأيضا ما نرى ما يحدث مع الإسلام السياسي الشيعي في إيران وتحدثت معكم من قبل أن روسيا اعتبرت هذه الجماعة جماعة إرهابية إذن يوجد منذ عديد من السنوات الكثير بيننا يقول انتبهوا إلى هذه الجماعة انتبهوا إلى هذه الجماعة أتحس خاصة عن فرنسا أن يوجد جماعات أخرى غير الإخوان المسلمين يوجد كثير من الجماعيات الأهلية وجماعات الخيرية الذين تسببوا في الكثير من العمليات الإرهابية في إيروبا والمنضمين لهم هم من الجماعات من كثير من المهاجرين الأجانب الذين يأتون من دول عربية إذن الموضوع الأمني هنا مهم جدا ومرتبط بالسياسة أيضا إذن نحن نعرف جيدا أننا لا نهاجم هذه الجماعات لكننا في قلبها أقول لكم أن جماعة الإخوان المسلمين نعم موجودة لكن يوجد أكثر منهم لديهم أيدوليجيات أصعب من الإخوان المسلمين ويوجدوا في أوروبا لكن الفكرة هنا في ماذا يفعلوا؟ إيه مستقبل تنظيم الإخوان في أوروبا إذا لم تنتبه حكومات الدول الأوروبية لهذا التحذير؟ المشكلة هنا يوجد هنا كما نقول كما يحكى في الدول العربية وفي كل الأماكن فيما يخص الربيع العربي أقول لكم أن حدث الكثير من التطور في هذه الفترة لكن من بعد 2015 وجدنا أن العديد من العملات الإرهابية حدثت أيضا إذن الوضع كان خطير وأكد لكم أن في بعض الأفكار في أوروبا تنقسم حول هذه الرؤية فيما يخص الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها أوروبا الآن نحن لا نعلم ماذا سيحدث وما هو القادم سوف تكون الأمور أصعب إذن يوجد الكثير من المشاكل الأخرى أيضا ومن بينها التحديات الأمنية إذن المستقبل هذه الجماعات أو هولاء الأفراد عندما تعي أن الدول الأوروبية أنه يجب منع هذه الجماعات وحذرها كما فعلت النمسا وقلت لكم من قبل إذن سوف يتم السيطرة على الوضع لكن الوضع مختلف من دولة إلى أخرى طبقا لوضعها إذن الوضع الآن مرتبط بالنقود بمعنى الصح لذلك موضوع التمويل أيضا مهم جدا لهم وكما أقول لكم مثلا السيد رئيس رمب وعد عندما رشح نفسه لفترة رئيسة تانية أنه سوف يضع جماعة الإخوان المسلمين على قائمة النظمات الإرهابية حتى لأنها لا تكن عليها إذن كان شيء جيد جدا لأن لو فعل الأمريكان ذلك إذن سوف يتبعهم حلفاءهم لأنهم سوف يضعوا كثير من الضغط على هذه الجماعات وسوف يعانون كثيرا من التمويل إذن النقود كما قلت هي المفتاح يجب أن نراقب جيدا مصادر التمويل لهم